طيب نروح للأهلي وماتش سيراميكا ميسر مارسل كولر الحقيقة النهاردة هينهي استعداداته من بعد تمرينة النهاردة اللي هتبدأ وحنحاول نتابعها مع حضراتكم على مدار الحلقة لماتش بكرة مع سيراميكا كليو باترا مباراة في توقيت صعب جدا الحقيقة توقيت مطالب فيه انك انت واحد حافظ على فرقتك اتنين تريح لعيبتك تلاتة تتفادى الإجهاد والإصابات اربعة تاخدوا تلاتة بونت بتوع الدوري هيفكر فيها ازاي ميسر كولر كان الله فعونه الحقيقة لو انا ما كانه صحقا للتلات نقاط يعني تفرقش معي خلص تلات نقاط النهاردة لكن فيه لعيبة كتير جدا مش ممكن اغامر بيهم في الوقت الحالي في مباراة في الدوري لكن طبعا الرجل اكيد عنده فكره اكيد هو صاحب القرار الاول والاخير خلينا اقول لكم بس انه ماتش بكرة اتعدل معايده ماتش بكرة بعد ما تم الاعلان عنه انه هيكون الساعة تمانية اصبح بكرة ان شاء الله المباراة تتلعب الساعة تسعة ونص في السادق القاهرة في واحد من اللقاءات المؤجلة من الجولة 27 لمسابقة الدوري المصري الفريق طبعا النهاردة هيتمرن فيه على ملعبه في التامنينة الاخيرة وبعدها هيعلن مستر مارسل كولر قيمة الفريق اللي هتخشه معسكر مغلق النهاردة وتشارك فيه مباراة بكرة ان شاء الله بروفا تقدر تقول عليها اخيرة قبل بقى ما نقفل صفحة الدوري ونضروح لاهم صفحة الموسم ده واصعب صفحة الموسم ده في ظروف صعبة الحقيقة اهلي عنا من غيابات من اجهاد من اصابات لعدد من العناصر المؤسرة والفعالة في الفترة الاخيرة نتمنى انه المتبقي من الوقت يسمح لنا بالاستعداد واستعادة اوراقنا دي واستعادة فعاليتها ومستواتها اللي كانت وصلت لها قبل ان شاء الله يعني التوقف ده وان شاء الله تكون جاهزة ان شاء الله معنا في مباراة نهائي دوري الابطال اللي هتتلاعب ان شاء الله يوم 4 يونيو المقبل زي النهاردة ان شاء الله هنكون بنتكلم مع حضراتكم على حلقة نهائي دوري الابطال يوم المطش بالتالي نتتكلم على اسبوع ان شاء الله يكون فترة كافية المستر كولر للتحضير للمباراة لغاية دلوقتي رصدنا في البطولة 59 بونت فضلنا 6 مباريات معجلة والاهلي لعب 23 مباراة فاس في 18 تعدل في 5 ومعرفش طعم الخسارة في ولا مباراة اقوى خط هجوم على مستوى المسابقة 44 هدف كمان هو افضل خط دفاع على مستوى البطولة استقبلت شباكو 7 هدف فقط لا غير كو 6 هدف فقط لا غير شباكو 7 هدف فقط لا غير الديو البطولة